شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية ما بين شركة بولمهيلز للتعمير وشركة ماريوت الدولية للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية ريتس كارلتون بولمهيلز في منطقة غرب القاهرة تبلغ استثمارات المشروع 4 مليارات جنيه ويوظف 600 فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة ونحو 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الانشاء على همش التوقيع قال مدبولي ان مصر تولي اهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي خاصة في منطقة غرب القاهرة والقريبة من الاهرامات والمتحف المصري الكبير الذي تستعد الدولة لافتتاحه